هل المرأة المتزوجة لها الحق في منحة بطالة؟ هل يحق للمرأة المتزوجة الحصول على منحة بطالة؟ من الأسئلة التي تطرحها كثير من النساء في دولة الجزائر من أجل التعرف على حق المرأة المتزوجة في الحصول على منحة بطالة مقدمة من الحكومة الجزائرية هل للمرأة المتزوجة الحق في إعانات بطالة؟ أوضحت الحكومة الجزائرية أن المرأة المتزوجة لا يحق لها الحصول على المنحة ولكن يمكن الحصول عليها في بعض الحالات وهي في حال كان زوجها عاطلاً عن العمل ولم يتلقى أي من الخدمات في حال كان زوجها من ذوي الإحتياجات الخاصة وليس لديه القدرة على العمل كم تبلغ منحة بطالة 2022 للمرأة المتزوجة؟ حددت الحكومة الجزائرية قيمة منحة بطالة لجميع المواطنين والمواطنات والتي جاءت على النحو التالي تحصل المرأة مطلقة على 8 ألاف دينار جزائري يحصل خريج مراكز التدريب المهني على منحة قدرها 8 ألاف دينار المستندات والمتطلبات للتسجيل في منحة بطالة 2022 حددت الحكومة الجزائرية عدداً من المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل وهي عدد 2 صورة شمسية شهادة تسجيل طلب خطي من مقدم الطلب يجب أيضاً إرفاقها بوكالة التشغيل إرفاق شهادة الميلاد S1-2 إرفاق الضمان الاجتماعي إحضار شهادة عدم عمل إحضار إحدى الشهادات بطاقة الإقامة إرفاق صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية إحضار شهادة عائلية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر